طموح لا يعرف اليأس سلطان الدبعي طالب جامعي صاحب مشروع بسيط في حي كريتر بجولة الفل في عدن يجمع بين الدراسة الجامعية والعمل فالظروف الاقتصادية الصعبة بدلت من أولوياته ونظرته للحياة إذ دفع بنفسه نحو سوق العمل رغم خسارته في بداية مشواره العملي لم يستسلم وبدأ من جديد في مغامرة جديدة لبيع الوجبات السريعة من أجل تحقيق أهدافه البسيطة وتلبية احتياجاته الدراسية والمعيشية طالب في جامعة العلوم الإدارية جامعة عدن وطبعاً بدأت مشواري كان بداية في مشروع وكان أقمسل الدروع والسؤال الحظ يعني في سبب الأوضاع وقايحة كورونا هذه يعني اضررت في بها كثير جداً بس الحمد لله يعني بعدت اليأس واستمريت بهذا الشيء وفكرت بمشروع آخر والحمد لله أقيت على مشروع الأكل هذا وكان مناسب جداً لي والحمد لله يعني على التطور من يعني للأمام من يوم إلى يوم شغف وسعي دؤوب يبدأ سلطان عمله في مشروعه الصغير عند الانتهاء من المحاضرات في الجامعة من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة العاشرة مساءً مستنداً على الأولى لإتمام الثانية ليكون مثالاً للشباب في البحث عن فرص عمل حتى لا يقعوا فرصة للبطلة ومن ثم اليأس ودفعهم لمساندة أنفسهم بمشارع ذاتية صغيرة تنموية أكيد يعني لو أنت ما سويتش هذا الشيء ما حد يعطيك شيء فلازم أنت اللي تسوي شيء لحياتك وتنقح بحياتك وأنصح كمان الشباب يسووا هذا الشيء يعني يبعدوا أي شيء اسمه يأس لأنه اليأس يحطم حاجات كثيرة طبعاً طموحي أننا نقح بهذا المشروع وإن شاء الله إن شاء الله أملي الوحيد أننا أأخذ محل وإن شاء الله من الأمام للأمام إن شاء الله سلطان وغيره من الطلاب بصبر وعازمة يسعون إلى تغطية متطلبات الحياة التي باتت صعبة المنال والبحث عن حياة كريمة دون استسلام للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر